شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات وذلك بإجمالية استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار تأتي تلك الخطوة في ضوء توجه الدولة نحو تعظيم القدرات الصناعية من خلال استراتيجية تعزيز الصادرات وإحلال الواردات حيث سينتج المجمع ما يزيد على 100 ألف طن من المنتجات الزراعية الغدائية سنويا في المرحلة الأولى وذلك باستخدام أحداث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأغذية الزراعية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كما سيوفر هذا المشروع ما يزيد على 7 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة واستهدف تصدير أكثر من 80% من إنتاجه للخارج اشتركوا في القناة